ولتسليط الضوء على الموضوع نمو إلينا عبر الهاتف محمد المودن مراسل مدين تيفي من مدريد محمد أهلا ومرحبا بك الترقب سيدة الموقف في المشهد السياسي بإسبانيا ما هي توقعاتكم بخصوص الجلسة الجلسة الخميس المقبل للبرلمان الإسباني وهل نحن أمام تشكيل حكومة مقبلة أم إجراء انتخابات جديدة في غضون الأشهر المقبلة محمد أهلا مرحبا إذا كان هناك من مشهد سياسي يعني يمكن أن نترقب وأن نبني تصورا لتطوراته فربما سيكون الأعقد هو المشهد الإسباني الآن كل الرؤى ليست يقينية نظرا لتشبت كثير من الأحزاب التي في يدها أو القوى السياسية التي في يدها مفاتيح الاستقرار السياسي أو مفاتيح الحكم في الإعلان عن مواقفها صراحة كل التركيز الآن في إسبانيا مركز على تشكيل البرلمان الخميس وبالتالي تشكيل المائدة الأساسية أو حتى المجلس السلطة الثالثة رئيس البرلمان ثم المجلس الذي يحكمه لجانبه وهذا التأسيس مهم جدا لأنه سيرسم من جهة أولا سيرسم من جهة صورة ما بعد هذا التشكيل الحكومي على أي مسار ستنضي عملية التنصيب وأي وجهة ستنضي عملية التنصيب ثم من النحية الأخرى إلى الأهمية التي تحبى بهذه المائدة في تسهيل أو في إعاقة من يحكم الولاية المقبلة لذلك التوتر في درجة عليا في إسبانيا سياسيا لأن حزب جونسبر كتالونيا الذي يملك الآن المفاتيح للحكم لم يعلن حتى الساعة عن ما إذا كان سيمضي باتجاه دعم الحزب الشراكي العمالي الإسطاني وأعتقد أنه هذه السياسة من هذا الحزب ربما لأن يظل في قلب الاهتمام السياسي وأيضا لممارسة كثير من الضغوط على الحزب العمالي لذلك كما ذكرت المشهد ضبابي وليس به كبير يقين لكن سننتظر إلى يوم الخميس لأن حزب جونسبر كتالونيا قرر أن يعلن عن نوقف يوم الخميس فقط الأحزاب الآن تمضي في جلس الأحزاب مثل الحزب الشعبي والحزب الشراكي يمضون في عقد جلسات خاصة لأعضائه ونوابه ربما تمهيدا لما يمكن أن يحدث يوم الخميس لكن أيضا بموازات مع ذلك هناك من يتحدث عن أنه ربما جونسبر كتالونيا قد تسني الدعم من الحزب الشراكي العمالي ولكنها تقول من جهة أخرى أن إسناد الدعم للمائدة تشكيل المائدة داخل مائدة البرلمان ربما يكون موفقا ولكن سيكون بثمن أكبر حينما يتعلق الأمر بالتنصيب طيب محمد حسابات معقدة لليمين واليسار لتشكيل الحكومة ما هي السيناريوهات المحتملة لتشكيل حكومة جديدة في إسبانيا بطبيعة الحال هناك سيناريوهات سورية ثلاثة إما حزب الشعبي إما الحزب الاشتراكي العمالي وهو الذي يتوفر على أكبر نسب تشكيل الحكومة ثم هناك أيضا حزب الشعبي لا أدري كيف سيشكل ولكنه هذا السيناريو آخر ثم الدعوة إلى انتخابات أخرى ربما الدعوة إلى انتخابات أخرى لا يريدها الجميع لأنها مكلفة ومرهقة للناخبين بالنسبة إلى بيدرو سانشيز يظل إذن هو الخيار الممكن والمتحقف ولكن مع ذلك ربما ستكون الولاي الأشد تعقيدا وأيضا الأشد ربما صعوبة في تدبيرها لأن بيدرو سانشيز وإن امتلك مفاتيح المنكلوة سيصادف من ناحية أخرى ربما كثير من التحديات على مستوى مثلا الغرفة السفلة يملكها يسيطر عليها بشكل تام الحزب الشعبي الحزب الشعبي يمكن أهمية هذا المرران يمكن أن يعيق مثلا التصويت على الميزانية يمكن أن يؤخر كثير من بعض القوانين ويمكن أيضا أن يؤثر أيضا حتى على مزاج السياسي يعني من حيث تمرير القوانين إلى غير ذلك فقط نقطة أخرى يمكن في هذا التنبؤ في هذا المشهد المعقد ربما الحزب الشعبي إذا ما تحدثنا عن ما بعد التنصيب يمكن أن يدخل في أزمة داخلية بسبب وجود تيارات تتصارع على قيادة الحزب الشعبي في المرحلة المقبلة لأن الحزب الشعبي فيخه لما أتى كانت عليه تعلق عليه كل الآمال أن يحقق الحزب الشعبي نصرا مبينا ويتحكم في كل المؤسسات الأخرى إذن هناك تعقيدات أخرى سيواجه بيدرسانشيز تتعلق أيضا بمجلس القضائي الذي لا يريد الحزب الشعبي أن يجدده بغية التحكم في هذه المؤسسة كان ينتظر حتى يجدد أو حتى يسيطر حتى يفوز بهذه الانتخابات بأغلب المطلقة يجدده إذن رجال الأعمال أيضا ربما بوجود تحالف ليبرالي بين الحزب الشعبي والقوى لرجال الأعمال يمكن أن تشكل عقب أمام بيدرسانشيز لكن الآن سياسة بمعايير أخرى هي آليات التفاوض وفن التفاوض ربما سيكون هو الآلية الحاسمة في تدبير المرحلة السياسية المقبلة في إسبانيا محمد المودة مراسم ديان تيفي من مدريد شكرا جزيلا لك